السلام عليكم الثيرويتز جولانت ايه الاكسيس اللي خص الثيرويتز جولانت سمنا احنا ما تعودنا اننا عند هنا الهايبوثالمس الليえて около البيتيوتري جلانت anterior italy posterior italy فانا عندي الهايبوثالمس بتطلعلي trh source الي هو thierungs thermon يروح على anterior italy estylum اروح بعد كده على اللي هو الثاريت جيلانط نعم بشكلها شبه الفراشة بالمنظر دا كده مشان الثاريت جيلاند تطلع لي بعد كده الثاريت او اللي هو الثاريت الثاريت جيلانط اللي هو تي فور و تي سري حتى التيسري بيكون مور اكتف فتي فور بيتحاول عصني مئي التيسري وبعد كده المفروض ان انا عندي لما الثاريت جيلانط تي زيد قوي بيبقى عندي حيصمها نيجاتي فيتباك اللي هو هاتروح لل Prize كده احنا عندنا ثيروكسن بكفاية مش عايزين نعمل تاني فكفاية كده دي بسميها ايه نجدي فيدباك لو انا عندي كفاية فانا مش عايزة ادخل خمد تاني واصنع تاني خلاص كفاية كده عندي بقى حاجة اسمها الثيروتوكسيكوزيز الثيروتوكسيكوزيز دي اللي هي ايه ان انا الثيرويت هرمونز دي عملت زيت مش تلاقي حد دي وقفها تلاقي حد يوقفها ده ممكن يكون كذا سبب اول حاجة اللي هو الغريفسي ديزيز وده اشهر والمست كومانكوز اللي بيعمل ثايلو تكسيكوزيز وده عبرة عن 후 تو اميون ديزيز ايه فكرة الاوتو اميون ديزيز دي ان انا عندي انتي باطي اسمها تي اار انتي باطيز اللي هي ثيروكسين ريسيبتور انتي باطيز ايه ايها ل Ral arrivedểceptors بتاع تي اس اتش اللي هي تي اس اتش 所以بتور انتي باطيز الفكرة في ايه ان احنا عندي نفوض هنا الـ TSH ده بيمسك هنا في الـ Receptors بتاعت الثيرويد جلاند عشان تطلع لي الهرمونز بتاعت دي المشكلة هنا ايه بقى راح جات الـ Antibody ده شكلها شبهة تيلوكسن ده دحكت على الثيرويد جلاند اوها مثل ان هي الـ TSH فراح تمسكت في الـ Receptor بتاع الـ TSH فالجلاند عاملة زي العبيته عمالة تصنع T4 و T3 من غير توقف ليه من غير توقف عشان انا هنا مش بستخدم الـ Negative Feedback الـ Negative Feedback دي بتشتغل على مين على الـ TSH طب وهو هنا اصلا اللي شغاله اللي طلع الـ T3 و T4 هو TSH لا اللي طلعهم من الـ TREB فدي من الحاجات برضو الـ Diagnostic اللي بعمل بها Confirmation ده Graves Disease اللي هو ايه اللي هو لو لقيت TREB بصف ده فببقى Confirm ان هو ده Graves Disease عايزين تلاحظ ان ده Autoimmune disease وزي ما الدكتور وهدان بيقول المصائب لا تأتي فرادة فترى ما عندي واحد Autoimmune disease هلاقي معه شوية الـ Collection كده ممكن يجي معه Other Autoimmune diseases زي مثل Methania Graves Romated Arthritis Bonychias Anemia وتفر أيه ترى ما عندي واحد Autoimmune هيجي ويجيب معه اصحابه فالجويتر ده عبارة عن Diffuse Enlargement الجلانت كلها حصل فيها Enlargement لان هي حصل فيها كلها Receptors Receptors دي كلها مرة واحدة اشتغلت عشان ما لا تطلع thyroid hormone بشكل OV يعني فقلنا ان هي بيبيزها حاجتين اول حاجة ان هي Diffuse تاني حاجة ان هي مش بتستجيب لان هيجي دي فيدباك لانها Autoimmune فبالتالي بيجيب معها برضو Other Autoimmune disease وان هي بيبيزها BTR AB عندنا بعد كده حاجة شبه الجويتر سموها Toxic Multinodular جويتر الفاكر ان هي مش حاجة Diffuse كده لا دي حاجة فيها Nidules بالمنظر ده كده فهي ايه Multinodular الملتينodular دي حتى بيسموها Balmer's disease ده اسم تاني يعني وان هي برضو بتاكت ايه Independently يعني No negative feedback عشان كده حتى هي شبه الجريفز يعني الفرق ان هي ايه دي فيها Nidules هل هي دي الوحيدة فيها Nidules لا اعندي واحدة ثانية اللي هي Toxic Adenoma والادينoma دي عبارة عن Tumor بس هو Tumor واحدة عامل Solitary Nidule بالمنظر ده كده بتبقى Single Nidule فالتوكسيك ادينoma ده P9 Tumor بيبقى مكان من One Single Nidule ده الفرق بينه وبين المالتينيدل يبقى الاولى كان Diffuse التانية Multinidular الثالثة Single Ocelitary Nidule بعد كده عندي السبب الرابع اللي هو Induced Drug اللي أنا Induced Drug هو اللي زود البرودوكشن بتاع Taroid Hormones الدروج ده اللي هو مين اللي هو Amiodarone 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 وبعد كده ممكن يكون حصل Inflammation الانفلاميشن ده بقى حكايته مختلفة شوية علاقين هو في الاربع اسباب الفوق هم بيزودوا البرودوكشن بتاعة Taroid Hormones ولكن الانفلاميشن بيروح يعمل ايه الانفلاميشن بيعمل Destruction لفوليكلز بتاعة Taroid Glant فلما أنا ببوز الفوليكلز اللي موجودة هنا فبخرج منها اللي هي Taroid Hormones اللي موجودة جواها فأفكا ان أنا يعني هوا كأنه مثلا كيس وأنا رحت قطعت الكيس ده فاطلع كل اللي جوا اللي هو Taroid Hormones فعشن كده ده بيكون Transient وحتى بيكون من كذا Face كذا Face اللي هو هلاقي في الأول انه هو حصل Hyper Thyroid Face Hyper Thyroid Face في الأول وبعد كده هتقلب معايا بهايبو لأنه هو طلع خلاص الحاجات اللي بوا ها بعد كده هايبو لأنه هيا قصلا الحاجات الهرمون قل مش داد ولا حاجة وبعد اللي هي ممكن بتقيه ان هي Self Limiting وكده Self Limiting طيال فكرة كلها ان ده في الأول والآخر ايه Inflammation فإنفلاميشن هتديله ايه هتديله Insight ساعتي اللي هي Anti-inflammatory فالموضوع سهل يعني مش صعب نبقى نعرف كنتين مكتوبين هو ده Inflammation ده عمل Destruction Destruction طلع لستول Cyroid فالمون فبالتالي عشان كده ده ده بيبقى Two Types على حسب هل هو مثلا Sub Acute ولا هو Chronic لو هو Sub Acute وSub Acute يعني ده فيه Inflammation قوية فاللي هو بيساب برضو Infection تهلاقي فيه Favor وبين وهام حاجة انه Tinder اللي هو انا اجي ادوس على رقبته كده لقيه بيتقلم في بين في الموضوع ففي بين في الموضوع يبقى دي اسمها ايه لو دي Creven Thyroditis فالغطفر اسمها ايه فيها فيها بين دي بقى ده النوع الاوليني النوع التاني يبقى ماله Bainless اللي هو مفهوش بين ولا فيه Tinder يبقى زي مقالي النوع الاوليني هو Sub Acute وتندر ودي اكتر حاجة بتميزه ومعاه بقى شوية Manifestations كده اللي هي Fever واللي Eucocytosis وبين واللي ESR اللي هو برضو تاع Inflammation اللي هو معدل الترسيب عالي هنلاحظ ان هو ده الوحيد اللي يعتبر Tinder لان Graves المالتين الاتنين برضو مش Tinder وبفرق ما بينهم برضو بحوال Tinder وغلابا بيجي بعد Infection يعني زي قلتكم هو بيكو حتى هصاب Acute عشان كده ان هو حصل Infection فانتقل للسيرويت جلانت البين اللي سبقى ومنعلوه كلام هو اللي بيقول لك ان هو Theruditis بس Chronic Thyroditis الفيت بتاحا هي غالبا سلفة لا تنجي يعني بيحصلها Spontaneous Resolution بعد كام شهر مثلا وممكن ترجع نورمال او كوان يحصل إيه Hypothyroidism اذا كاب بيقول لك ان الكيز دي هي الوحيد بتاع Transient Thyreuthycosis يبقى دي Transient يبقى لما اقولي مؤقت هفكر في مين في اللي هي Decorofant دي ولا شعب اسمها ايه لان احنا زي مقلنا هو اصلا الفرق هنا ايه ان هو مفيش يعتبر Hyperthyrodism دي without Hyperthyrodism ال land is inactive هو بس نعمل Destruction Follicles طلعت هرمونس الجواهة فعشان كده حصل Transient Thyreuthycosis تمام عكس الغريفز الغريفز لا ده Hyperthyrodism Hyperthyrodism ده يعني gland active هنا gland node active عشان كده Transient Manifestation سوى الثيرويد هرمون ده عمتا هرمون بتاع الميتابوليزم فلان هو بيعلي كل حاجة فبيعلي الميتابوليزم يعني بيعلي بيعلي الحرق يعني هيلاقي عندي wheat loss وبيعلي الثيمباثاتك فهيلاقي برضو sweating عالي وسيمباثاتك يعني يعني tremor يعني palpitation يعني irritability كل دي حاجات ليها علاقة بالثيمباثاتك لأن Thyroxin بيشجع اللي هو الثيمباثاتك كده الثيرويد توكسيكوز زي مقونا اشهر حاجة بتبان عليهم كمانفستيشن انه مرة واحدة يخس جامد حتى لما احنا نلاقي مثلا حد تخن قوي مرة واحدة او حتى خس قوي مرة واحدة نوضرو حكش في غدة اعمل تحديد الغدة تاني حاجة هو عشان عمال يزود القلب وكده يزود ضربات القلب فممكن يعمل اترال فايبراليشن الرعشة في القلب من كتر ما هو سريع ويعمل مايوباثي كتر ما هو عمال يحرق فيعمل برضو يكسر المسل سم كتر ما هو الميتابلوس متاوع وعالي وكرونيك دايريا نو ابراند كوز احنا مش عارفين ايه سبب انه اللي عنده فايروتوكيكوز يعني بيبعنده اسهل سبب مش واضح عنده نتيجة اين هو القلب حصله اترال فايبر الانفستيكيشن اللي انا ممكن اعملها طبعا هدور على اللي هما TSH والحيات اللي بيطلحها اللي هما T3 والT4 وفيها حاجة كمان برضو هستخدمها اللي هي راديو اكتف ايودين ابتاك اللي احنا بعد كده هنعبر عنها بالرمز دا RAIU ازاي هعمل لهم بقى انفستيكيشن انا اولا اول حاجة هشوفها اللي هي T3 والT4 لو دول عالين يبقى انا عندي ثيروتوكسيكوز ها فيش كلام الفكرة بقى ان انا هنجي اشوف TSH والله اللي 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 هو كمان عالي يبقى المشكلة هنا ايه secondary المشكلة هنا يعني من البتيوتري البتيوتري هي اللي معلية TSH فبالتالي الثيرويد ملهاش الظنب هي نتيجة TSH زات T3 والT4 هما كمان زادوا طب لو انا رقيته قليل قليل يبقى معنى كده ان المشكلة منين من الثيرويد جيلانت مشكلة من جيلانت نفسي بمشكلة ايه primary بدا عشان فرق بس هل هي primary ولا secondary هاي المشكلة في الثيرويد ولا المشكلة في الابل اعلى من الثيرويد برضو هستخدم الراديو اكتف ايودين ده استقدمونا عن طريق ان انا استنى اشوف الابتيك فانا عندي مثلا لو انا عندي ثيروديتس فاحنا قلنا في الثيروديتس نوث مهمة اوي انها الجيلانت اصلا از نوت اكتف انا مش عندي هايبر ثيروديزم هي الجيلانت مش شغالة ده هي بالفكرة ان انا قصرت فطلعت في النيديولر تكون مفيدة قوي لان هو الراديو اكتف ايودين ده هو المفوض ان انا باخد الجيلانت بتاخد الايودين تصنع منه ثيروكس انه هو تي 3 و تي 4 فهي هتاخد الايودين تدخل جوه الفوليكلز جوه النيديول عشان تصنع اللي هو الثيروكس فانا هعرف اشوف اللي هي النيديول دي اللي هي بالنسبة للثيرو دا انفلميشن هو اصلا بباس الفلمي فكل اللي انا هعمله ايه هتديله انسايتز عشان البني والانفلميشن وكده هتديله بيتا بلوكر لانا انا خايفة من الهارت فاليا ومن الاف وين المشاكل اللي هي تسبب فيها الثيرو توكس فانا خايفة انه في شوية اللي هو عالي فيهم دول وقبل ما هي حيخفي بواز للقلب عشان زي بواز للقلب فهتديله بيتا بلوكر عشان نحمل القلب منه ثاني حاجة هتدي انتي تايرو تايرويد ايه لروكس عشان تنهيبت الثيرويد هرمون سنزل سنزل شوية وهتدي راديو اكتف ايوتين مش بدي سوري اه لي عشان زي ما قلنا ان هو هنا ملووش هاسبه لان اصلا في ثيرو دايتس انا اللي هي نو هايبر ثيرو ديزم هي الجلند مش شغالة فبالتالي اصلا مش هتاخد الايدين اكسيس ده مش هتاخد الايدين فمش هتتسفيد بي حاجة اه وان ده ترانزياد اي ثيرو تكسيكوز فعشان كده مش محتاج ان انا اعمل العملية وان انا اشير هنيجي بقى بعد كده دي مصيبتها في مين في بتقل خالص السبب انا اكسي لي مش عارفها السبب يعني او الكلاز اللي بتحصل بيها بس المهم ان هو في الجريبز دزيز بسقل خالص خالص ايه بقى العلامات اللي انا بعرف هنطرقها ان في عندي بيبقى عندي وانفكشن وطبيعا المناعة ضربت فلاقي في انفكشن وفي ايه الادوية اللي بتعمل كده اللي هي الميثي مزول والبروبايل ثيو يوراسيل الادوية دي اللي هي انتي سيرويد دروكس من اهم بتاعتها ااجرانيولو سايتوز لماذا الدروكس دي بتعمل اجرانيولو سايتوز عنديش معلومة صراحة غالبا بتعمل كده يعني لما بتاخد اللي هي الانتي سيرويد دروكس بتاخد فترة ما بين 6 شهور لسنتين بعد كده عندي التوكسيك اللي هي المالتينيديولر او التوكسيك مدينوما دول بعالجهم لمدة ثلاث شهور لحد ما توصل للايو ثيرويد ستايت اللي هو بقت خلاص يعني ايه الثيرويد هرمون نورمال يعني ممكن قد يندي اكتب ايوتين ثرابي عشان اعلم ان ديولز دي ما احنا قلنا حتى لو هي مش بالبابل اقولنا انا اعمل سيرجوري ان انا اشيل ان ديولز دي لو حتى اللي هو الثرابي دي ما نجحتش وكده تبريفينت ريلابس ان هي ترجع مرة اخرى دي حاجة عندي اثناء الثيرويد السوم او الثيروتوكسيك واللي هي دي عبارة عن اكيوت كومليكيشن اللي هو مرة واحدة الثيرويد هرمون زادت اوي مرة واحدة فدي بنتبدي لايف ثريتنينك ستايت كلامنا فوق عن الهايبر ثيرويد اسم الجه دور الهايبو ثيرو دوزم فالهايبو ثيرو دوزم اسمها في نص في الثيرويد هرمون وده كومان ديس ان موجودة عند نقس للناس كتير قوي ان هي عندها مشاكل في الغده ان هي الهرمون سقلالة وكده ولكن في حاجة عندي اسماها سبكلينيكل لبقى سواء سبكلينيكل هايبر ثيرو دوزم او سبكلينيكل هايبر ثيرو دوزم فمن اسماها كده سبكلينيكل ياoux لسا نفيش مليفستيشنس لسا نفيش سيمتومس فهي الفكرة في ايه ان انا عندي مثلا نخد اجزامبل اللي هو الساب كلينيكال هايبر ثايرو دوزم فكرة ان انا عندي هنا التي اس اتش فالطبيعي ان التي سري والتي فور هم كمان يقلو بس اللي حصل ايه بقى اللي حصل ان الجلاند حصل فيها هايبر ثايرو دوزم يعني الجلانت ايضا دخمت شوية عشان التي سري والتي فور دو دي كونه نورمل مع نقص التي اس اتش يعني اعتقد ده تفسيري للموضوع يعني بس المهم ان احنا عايزين نطلع بان الساب كلانيكال دولي هو ايه بتكون مايلد و هي ان التي سري والتي فور بيكونه نورمل اللي ايتيولوجي او لحاجه بتكون طبعا الايما برايماري الايما ساكن دي برايماري يعني المشكلة في البيتري جلاند مثل نفسها أشهر سبب اللي هو الأوتو اميون فأنا عندي هنا الأوتو اميون فيه نوعين نوع فيه جويتر ونوع مفوش جويتر النوع المفوش جويتر وده المكتوب عليه اللي هو الكرونيك أوتو اميون أتروفيك تيرو دايدرس ان أنا عندي حصل بأتروفي ولمدة طويلة فعشان كده الطبيعي حجم الثريات جلاند ألفة فبع عندي إيه هايبو سيرو دايدر وهنا ما عنديش جويتر هو أصلا جويتر معناها تدخم فهو ده من الأول على طول الحجم بتاح الصغر ما حصليش ايه تدخم وده مستيكمان كوز افاربو ثايروتزون وزاوة ايه جويتر بعد كده عندي النوع التاني اللي هو فيه جويتر اللي هو اسمه الهاشيموتو فالهاشيموتو ده هلاقي فيه انتيبوديز اللي هما أشارهم الثايرويد بيروكسايت التي بي او انتيبوديز والانتيثايروم لومين ايه انتيبوديز وزي ما قلنا اهم حاجة فين هو ايه فيه جويتر فبالتالي هلاقي الثايرويد ايه ديفيوزلي انلوشت ان هي كبيرة قوي ده هي كبيرة نتيجة ايه نتيجة ان البيتوسري جلانت بتبعت لها ايش هراص يعني انا عندي دلوقتي الفكرة فيه ان انا الديز ده عندي فيه انتيبوديز لو زي ما قلنا التي بي او والانتيثايروم لومين فالانتيبوديز دي راح اتهجمت على الفوليكلز بتاعت الثايرويد جلانت فبالتالي فوليكلز دي هم بقيتش عارف الصلة اتصنع كويس فالتيسري والتيفور قلو طيب هم قلو فادوا اللي هو فيدباك ادوا فيدباك لبيتوسري فوق ان احنا عندنا الثايرويد هرمونز قليلة فالبيتوسري تروح دي الثايرويد جلانت تقول لها لو سمحتي احنا عايزين نزود التيسري والتيفور فهي تروح عامل ايه تيحصل لها هايبروتروفي هايبروتروفي ده اللي هو بالجويتر خلاص فهي المشكلة الاساسية ان انا عندي الانتيبايس هجمت على الفوليكلز فبالتالي الثايرويد هرمونز قلت كم ده فين في الثايرويد جلانت فراح ادوا فيدباك للبيتوسري ان احنا ثيرويد جلانت قليلة بتوسري جلانت راحت بعدت للثايرويد لو سمحتي عايزين ننتج اكتر الثايرويد تعمل ايه عشان تحول تنتج اكتر حصل فيها هايبوتروفي اللي هو الايه الجويتر انها يحجمها يعني ايه تضخم فهي غالبا دي بتكون في ميل الفكرة ان برضه يعتبر الجويتر ده لحد ما مش طول الوقت يعني الجويتر ده هيجيله وقت ويقلب بأاتروفي اللي هو الجلانت خلاص كل السلسل فيها تم الهجوم عليها عن طريق الانتيبايس فهي مش هتعرف تعمل ايه مش هتعمل هيبتروفي اكتر من كده فيحصل لها ايه ااتروفي بس الكلام ده بعد مدة طويلة بقى مش زي النوع الاولين اللي هو الكرونيك اللي هو اصلا بيبدأ بأاتروفي مع دوس جويتر النوع الاولين بيبدأ بأاتروفي التاني بقى ممكن يقض سنتين مثلا لحد ما يطلع لإيه ما يميذر أاتروفي ده سبب من في الاول الاساسي الانتيبايس فبالتالي بعمل لها كونفرميشن عن طريق الانتيبايس اللي هو سترونجني بوستفتي بي او انتيبايس انت تيروغلوبين انتيبايس وبرده بلاقي فيه ليمفوسيتك انفلتريشن طيب الهاشيموتو ده هيفضل موجود لحد ما يقبل فيه يعني في البداية بتاعته هلاقي فيه ايو ثايرويد اللي هو مثلا الانتاج بتاع تي سري و تي فور هيكون نورمال نورمال ليه لان هي البتيوتري بعثت للثايرويد اللي هو لو سمحتي اكباري شوية عشان نطلع النورمال ليفل بتاع الثايرويد هرمونز وبعد كده هتقلب بهايبو ثايرويد ستايتس بعد كده هتقلب بايه هاتروفك سايرو دايتس لا يا لأ دي خلاص ايه كمان بوزوت حصلها اتروفية بس الكلام ده افتر ييرز فيه بقى ممكن يكون السبب مش اوتو اميون احنا قونا اوتو اميون وعين ودول يعني حتة الاوتوميون دي هاي اللي مهمة في الهايبو ثايرويدزم خلاص ممكن تكون ايتروجينيك ايتروجينيك دي اللي هو مش عارف لها السبب اللي هو هو دخل عمليات تلع من الحماليات لقوه حجمها صغير ايه السبب لا مش عارفين او ان هو مثلا خد راديو اكتف ايو دين تريتمنت وبرضو ايه حجمات صغر فهم من اهم الاسباب فكرة اصلا لحد عنده هايبر ثايرويدزم وانا اديت له تريتمنت لهايبر ثايرويدزم فيلاقي ان ممكن يحصل اوورشوت اوورشوت انها بدل ما كان عنده هايبر ثايرويدزم ده قلبت بايه التريتمنت قلب بهايبو ثايرويدزم كتر ما هو كان اكسيسيف يعني اللي هو اكسيسيف انتي سيرويد دراكس دراكس انديوزد في دراكس برضو بتعمل زي ما احنا قلنا هناك الاميدادرون تقريبا في هنا الايودين والي هو الايودين اكسس والليثيا والاميدرون فانلاحظ ان انا قلته مرسين انا قلته في الهايبر ثايرويدزم وقلته هنا فيعني هو زي بيعمل اتنين هو موجود ممكن يعمل الثايرويدزم وممكن يعمل الهايبو ثايرويدزم ممكن يعمل يدي يدي مهم ان هو هيبووزة وخلص ولا يبووزة بالزياد يبووزة بالنقصان ان هو ان هو ايه هيلغبطها الكونجينتال الكونجينتال دي بقى انا اصلا هنلاقي كمان ان احنا في المنافستيشنز بنقسمها على حسب الـ age فهنلاقي ان احنا لو حصل عندنا مشكلة في الهايبو ثايرويدزم اثناء الولادة اللي هي مشكلة خلقية ديس هرمونو جينيسس يعني اصلا الطفل ما هو مولود في مشكلة في التصنيع بتاعة الهرمونات سواء الـ TSH او T3 او T4 او واتفر ايه يعني عندهكونجينتال a thyroid هو اصلا ثيرويدitchens مخلوق من غير ثيرويدanged لن مش موجوده او HIVoblastics thyroid او موجودة بس موجودة وهي صغيرة يبقى انا عندي ثلاث مشاكل ممكن قلينا פה اول حاجة ثيرويدcient يوجد بس موجوده اصلا تاني حاجة موجودة بس حجمها الصغير كانت تانية حاجة في مشكلة في تصنيع الهرمونات فلما عندي يبقى Hyiev wod de paridatorium في اول 6 يبقى عنده Cretenism يعني كازم فبالتالي يبقى عنده Physical and mental retardation طيب لو هو كلام ده حصل وهو adolescent اللي هو هو الشاب هيبقى عنده حاجات ما juvenile hybothyroidism ومش هيبقى cousin بس هيبقى short stage وصير شوية وعنده delayed puberty زي ما احنا اصنا الكلامة في الاطفال انه هو ثراد هيمون بيدخل في الحتة دي يعني بتاعت الجروت وكده لو هو اضل طبعا ما فيش non specific manifestation ولكن هو بس هيبقى عنده عمتا اللي هو ضعيف كده عنده lack of energy عنده فتيج عنده weakness cold intolerance ما لقنا arthralgia وهكذا يعني ضعفة عمتا مشاكل عين حتى عشان كده ممكن يقفل في ميلزة بالذات يحصل لها misdiagnosis مع المنوبوزة لايه سيمتومس لو هي كبيرة في السن شوية او other symptoms of aging عمتا characteristics of hybothyroidism اللي هي buffness of face النقل حاجة بيها اللي هي buffness التانية بتكون hormone face فهم مقربين من بعض التالي يعي swelling of face preorbital edema conjunctival edema والحطة اللي احنا قلناه هنا ازاي افرق بين primary and secondary عن طريق TSH فاللاب اللي ايتس ان TSH عالي الثيرويد هرمونز حيال قليلة فهو TSH عمل اللي عليها البتيوسري جلانت عامت اللي عليها المشكلة منين من الجلانت نفسها اللي هي الثيرويد يبنى لو لو اييت الاكسس من فوق سليم مثل الثيرويد هي اللي مش مطلعة لهرمونز كويس يبنى دي مشكلة primary مشكلة منين من الثيرويد طب بنا اللي ايتس ان هو T3 و T4 قليلين و TSH قليل هي المشكلة اصلا من اساس منين من TSH ميني بيطلعة TSH البيتيوتري فالمشكلة مش في الثيرويد يبقى مشكلة ايه ساتندري نفسي موانا ان الثيروكسن ده بيتخل في الميتابوليزم فلما الميتابوليزم بيقل بقى هلاقي الحرقة الفبتالي هلاقي الكوليسترول عالي هيبعندي هايبر كوليسترولينيا بدلا ما كان عندي هناك تاكيكوردي هيبعندي هنا ايه براديكورديا بس برضو هيبقى عرضة للا ايه اللي هو خلينا افتكى ان الثيري توكسيكوزيز كان بسبب قصد ايه الاف و تاكيكورديا ولان هو عنده برضو كارديك انلرجمت لان هو مش عارف يضوخ الدم فالقلب بيحصله هيبطره فيه عشان يعني يعوض البراديكورديا ده بان هو يحاول يضوخ الدم وبتالي هو مش عارف يضوخ الدم فالاسيكا مش بصالها اكسجين فيحصل اسكميك هارت ديزيز وبردو لما ما يعرفش يدوخ الدم خالص بقى هيحصل ايه هارت فيليور هاتديله هرمون ريبليسمنت هاتديله ثايروكسين الدوز مهمة الدوز نبع عليها اللي هي من 100 ل150 في اليوم وانا ما يفعش ادي هي الدوز دي مرة واحدة ولكن لازم اما يهدهاله ليه ما يفعش اديهاله مرة واحدة لانه هو اصلا عنده مشاكل في القلب فانا لو اديتلو الدوز مرة واحدة ممكن يجيلو هارت اكتاك لان انا عاليت الميتابوليك ريت مرة واحدة فلازم ايه اما اهدهاله شويب 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 25 مليا بعد كده اه 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 خمسين و هكذا 75 و كده اه اعمل مونيترينج ازاي عشان اتأكد ان انا الدوز دي اوبتيمام اللي هي الطبيعية على حسب هو برايموري ولا ساكنتري احنا قلنا برايموري متكلف ايه في التي اس اتش مش كان بتي اس اتش اي نقص فانا بديله يعني عايز اتأكد ان تي اس اتش مضبوط اتأكد ازاي لو المشكلة برايمري لو المشكلة برايمري فالمشكلة في الايه في الثيروكسن المشكلة في الثيروكسن فانا هي اس اتش لو ده برايمري لو ده ساكندري يبقى المشكلة في التي اس اتش فانا هي اس من الثيروكسن يعني انا عايز اوصله انت بتشوف اللي في المشكلة وتقيسل التاني ليه هو المفروض في البرايمري المشكلة في الثيروكسن هو اللي قلعي فده بيخلي التي اس اتش يعلى فالمفروض لو الثيروكسن ده نورمل هلاقي التي اس اتش هو كمان ايه نورمل فانا بدي له already sarox فطبعا ان انا هو يبقى نورمل فانا هي اس التي اس اتش لو الله لو لو لقيته نورمل يبقى هوا شغل تمام لايه تي اس اتش اعلى من النورمل يبقى لا انا محتاجة زود الجرعة طب ليت تي اس اتش قل من النورمل يبقى انا محتاجة اقل للجرعة وهكذا طيب ال tills المشكلة عندي في التي اس اتش ان هو تي اس اتش قليل فالالتاروكسن هو كمان بيقل فانا بديله التي اس اتش عشان اعلي الثايروكسن فلو الثايروكسن ده نورمل يبقى الثايروكسن يشغل كويس الثايروكسن قليل يبقى الثايروكسن قليل وانا محتاجة زود الجرعة وهكذا اتمنى ما يكونش اغبطكم بعض النوت السريع كده انه هو اللي هو من اهم الحاجات اللي بشخص بيها ولكنه بيكون بوستف ب60-70% من فمش كل البيشنس بيبقى يطلع التست ده بوستف على طول ولكنه لو طلع بوستف انا مش بحتاج ان انا استخدم ان هو الراديو اكتف ايودين ده وانا برضو بستخدم التست ده عشان فانا ببين الجريفز والبين الثايرو بايتوس بيقولك ان هو صحية الويتلوس من اهم الكراكتر الموجودة في الهايبرثيروديزم ولكن الهايبثيروديزم مش شرط يكون معاها اوبس دي ودي حاجة يعني انا اصطربتها قوي انا عارف ان دايما الناس عندها خدل في الغدة ببتخين يعني ولكن هنا بيقولك ان هو الهايبثيروديزم بسبب تخن بس من 2 و 3 كيلو فدي كانت معلومة صادما بالنسبة لي وعيكذا بيقولك في نوت عندنا حيسمها هاشي توكسيكوزيس ودي عبارة عن هايبرثيروديزم بس ما اتكلمش عنها وهو فيري رير بس الديزيز ومش معانا في المنهك واني جريفز ديزيز بيعني بيقى في ريلابس بريل المشانل هو بيالة ويقل ازئت ازئان اوتو اميون ديزيز بس وتمنى يكون الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعونا